نشرة مفصلة للأنباء من الميادين وتتابعون فيها 12 شهيدا فلسطينيا وأكثر من ألف جريح في إحياء يوم الأرض وحق العودة موسكو تعلن الاتفاق مع مسلح دومة على الخروج من الغوطة وجيش الإسلام يعلن نيته البقاء في المدينة اردوغان يرى في استضافة فرنسا وفدا كرديا عداء لبلاده ويهدد بدخول سنجار في العراق قريبا موسيقى وفي النشرة أيضا بتوقيت الشام فيلم إيراني يروي تعاون دمشق وطهران في محاربة داعش موسيقى أهلا بكم أفاد مراسل الميادين باستشهاد 12 فلسطينيا وإصابة أكثر من ألف آخرين في اعتداءات إسرائيلية على المتظاهرين في مسيرة العودة الكبرى على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة فيما أكد المشاركون في هذه التحركات تمسكهم بثوابتهم ومقدساتهم تقرير أحمد شلدهم هو باكورة شهداء يوم الأرض في ذكراه الثانية والأربعين عمر سمور مزارع اختار أن يروي تراب أرضه بدمائه في يوم مسيرة العودة الكبرى نحس بي الله ونعم الوكيل فيهم إن شاء الله ربنا ينتج منه الزنبة هذا الطفل الزنبة وعيت عن الدنيا لنسا ما وعيتش عن الدنيا ما تلاقيش أفوه وغير بعيد عن دماء عمر ما زال الغزاويون يقدمون شهيدا تلو الشهيد في يوم مسيرة العودة في اعتداءات إسرائيلية استهدفت مخيمات الغزاويين التي أقيمت شرق القطاع حيث مثلت رسالة تحدي واضحة للاحتلال تخرج غزة عن بكرة أبيها كبارها وصغارها رجالها ونساءها ليؤكدوا أن هذه فلسطين هي لنا وأن القدس هي لنا اليوم غزة التي خرجت عن بكرة أبيها ترد ردا عمليا على هذا المحتل البغيض لن يستطيع هذا المحتل أن يقتل الحلم فينا قدم المواطنون من كل حدب وصوب نساء وأطفال وشيوخا حاملين معهم ما استطاعوا من حلم العودة إلى ديارهم التي هجروا منها أنا أولاد الصغير قبل الكبير لازم يعرف أنه فيه أرض وليزم يرجع إلها عشان يحمل هذه الرسالة من بعد ومن بعد والأولاده يحملها كمان كل الكون لهم وطني بيسكنوا على إلا إحنا إلا الفلسطينيين لهم وطني بيسكن فيهم فيهم وين ما يروحوا وين ما يرجعوا ريحة بلادهم وين بيضل في قلوبهم عشرات الآلاف من المشاركين في إحياء يوم الأرض لم يثنهم قمع الاحتلال لهم بشتى أنواع الأسلحة رصاص استقبلته صدور عارية ودماء رسمت معالم مرحلة يبدو أن الفلسطينيين عزموا فيها على دفن مشاريع التصفية التي تستهدف قضيتهم حق العودة بات واقعا أكثر مما هو مجرد حلم هكذا أوصل آلاف الغزاويين رسالتهم بعدما خرجوا شيبا وشبانا في مسيرة أعادت للثوابت مكانتها معلنين ألا تنازل أو تفريط حتى لو بذلت الدماء أحمد شلدان غزة الميادين مواجهة متعددة المحاور شهدتها نقاط التماس في الضفات الغربية أحياء للذكرى الثانية والأربعين ليوم الأرض العشرات أصيبوا بالرصاص المططي وحالات اختناق إثر تفريق جنود الاحتلال التظاهرات تقرير نسرين سلمي بالحجارة وزججات الفارغة تصد شبان الفلسطينيون لقوات الاحتلال في أكثر من محور في الضفة الغربية إحياء للذكرى الثانية والأربعين ليوم الأرض وذلك استجابة لدعوة القوى والفصائل الوطنية التي دعت إلى توحيد الرايات في هذا اليوم وتصعيد المواجهة مع قوات الاحتلال اليوم نعيد التأكيد على تمسكنا بأرضنا منغرسين في أرض العباء والأجداد لن نبرحها ولن نغادرها الشعب الفلسطيني موحد في الداخل الفلسطيني المحتل في قطاع غزة في الضفة الفلسطينية بما فيها القدس ودول الشتات والمنافي نعيد التأكيد على رفضنا لصفقة القرن وما يشاع من حل إقليمي يمتقس من حقوق شعبنا الوطنية قوات الاحتلال اعتدت على المتظاهرين بالغزي والرصاص الحي والمطاطي قرب المدخل الشمالي لمدينة البيري الذي شهد مواجهات تواصلت لساعات عدة رغم محاولات الاحتلال تفريقها وهجمات جنود الاحتلال المتكررة ضد الشبان لأكد على رسالة واضحة أن هذه التضحيات الجسام سيل الدم الفلسطيني الذي روى هذه الأرض سيبقى الشعب الفلسطيني مستذكرا كل هذه التضحيات مؤكدا على تمسكه بتعزيز صموده على هذه الأرض ومواصل تمسك محقوقه ومقومته من أجل عودة لاجئيه ومن أجل تقرير المصير وأقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمة القدس تفضل لسياسات الأمريكية وسياسات الاحتلال التظاهرات امتدت إلى الخليل جنوبا حيث هاجم جنود الاحتلال المتظاهرين بالرصاص الحي والمططي واعتقلوا عددا من المتظاهرين اليوم كانت هناك توجه الجماهية الفلسطينية إلى الحرم الإبراهيمي وقلب المدينة قلب المدينة الخليل القديمة من أجل إثبات إسلامية هذا الحرم الإبراهيمي وأيضا رسالة للمستوطنين لا مكان لكم في قلب منية الخليل الحال النفسه شهدته قريتي قصرة وكفر قدوم في شمال الضفة الغربية ونعلين والمزرع الغربية قرب رام الله وكان الاحتلال الإسرائيلي أعلن عن تجديد إجراءته الأمنية في الضفة الغربية تحديدا قرب مناطق التماس التحسب من التظاهرات الفلسطينية كما هدد وزراء إسرائيل بإطلاق الرصاص الحي باتجاه الفلسطينيين إذا ما تصاعدت هذه التظاهرات يوم الأرض في فلسطين هو كل يوما يناضل فيه الفلسطينيون من أجل أرضها من مسلوبة لصالح المستوطنة والجدار الفاصل منذ العام ثمانية وأربعين وحتى يومنا هذا نسر سلمي من المدخل الشمالي لمدينة البيري الميادين المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة أشرف القدرة قال للميادين أن معظم الإصابات التي وصلت إلى المستشفيات كانت إصابات مباشرة بالأعيرة النارية جل هذه الإصابات التي وصلت كانت بالرصاص الحي واستنشاق الغاز ولكن العدد الأكبر كان جراء إصابته المباشرة بالأعيرة النارية في مناطق مختلفة من الجسم حجم الإصابات التي وصل إلى مستشفياتنا كان كبيرا للغاية وبالتالي رفعنا حالة الجهوزية والاستعداد التام في كافة المستشفيات مما تطلب مننا أن نرفع صوتنا لكافة المؤسسات الدولية بدعم مباشر للمستشفيات المراكز الصحية خاصة فيما يتعلق بأدوية الطوارئ والعمليات والعناية المركزة حركة حماس قالت في بيان لها أن الشعب الفلسطيني شيع اليوم صفقة القرن إلى مثواها الأخير وأثبت من جديد قدرته الهائلة على فرض حدود المعادلة وقواعد الصراع مع العدو وأضافت أن القضية الفلسطينية سياسية بامتياز تأمرت فيها قوى الغدر والعدوان لاقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه حماس أكدت أن العودة حق مقدس لا تراجع عنه مهما بلغت التضحيات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات حمل الحكومة الإسرائيلية ودول العالم المسؤولية الكاملة عن حياة المتظاهرين السلميين وسلامتهم عريقات طالب المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لربع إسرائيل عن جرائمها ورأى أن خروج عشرات الآلاف من الجماهير الفلسطينية في يوم الأرض يوجه رسالة سياسية برفض الحلول والإملاءات الأمريكية والإسرائيلية وزير الأمن الإسرائيلية فيكدور لبرمن وفي تغريدة على تويتر هدد كل من يقترب من السياج من أهالي غزة بأنه سيعرض نفسه للخطر ودعا في تغريدته التي دونها باللغة العربية سكان القطاع إلى مواصلة حياتهم وعدم الاهتمام بالتحريض وفق تعبيره إيران هي العدو المركزي لإسرائيل والجبهة الداخلية مكشوفة أمام نيران حزب الله أما الحلف الاستراتيجي مع السعودية فهو آخذ في الاتساع بعض مما جاء في مقابلات أجراها رئيس هيئة الأركان العامة جادي أيزنكوت مع وسائل إعلام إسرائيلية تقرير منال إسماعيل مع بداية السنة الرابعة والأخيرة من ولايته قدم رئيس هيئة الأركان العامة جادي أيزنكوت صورة شاملة عن مروحة التحديات والتهديدات التي تواجهها إسرائيل بدءا من إيران وسوريا مرورا بلبنان حتى فلسطين المحتلة وصولا إلى العلاقات مع السعودية وبحسب عرض أيزنكوت الذي جاء خلال مقابلات منحها لوسائل إعلام إسرائيلية لمناسبة عيد الفصح اليهودي فإن إيران تعد العدوى المركزية لإسرائيل وبالرغم من اعترافه بعدم وجود خروق إيرانية للاتفاق النووي فإن الفرادية الإسرائيلية تقول إن إيران يمكنها العمل بهدوء ولذلك فإن مراقبة التطورات في طهران هي المهمة الأولى للجيش الإسرائيلي وأجهزة استخباراته إنجازات الجيش السوري وحلفائه في سوريا كانت موضع اهتمام أيزنكوت الذي تحدث عن تغير ميزان القوى فيها لمصلحة الرئيس السوري بشار الأسد كاشفا عن تدخل إسرائيل عبر تنفيذ سلاح جوها مئات الهجمات في سوريا أهم متهديد عسكري لإسرائيل يأتي من الجبهة الشمالية يقول أيزنكوت والمناورة الكبيرة التي أجريت قبل نحو أسبوعين تمحورت حول استخدام القوة العسكرية على الجبهة الشمالية ولسيما ضد حزب الله في لبنان على أن القلق الأساسي بالنسبة لإسرائيل يتمثل في كون جبهتها الداخلية غير جاهزة بما يكفي لمواجهة مع حزب الله مع الأخذ بالحسبان أن حزب الله شخص نقطة الضعف في الجبهة الداخلية وإليها سيوجه غالبية نيرانه والكلام لأيزنكوت على المستوى الفلسطيني تبقى غزة برأي أيزنكوت الجبهة الأكثر قابلية للانفجار في ظل مصلحة إسرائيلية بالحفاظ على الوضع الراهني لاستكمال الانتهاء من تهديد الأنفاق هناك فيما تقتضي المصلحة الإسرائيلية في الضفة الغربية استمرار وجود سلطة فلسطينية فاعلة أيزنكوت بشر خلال سنته الرابعة والأخيرة من ولايته بفصل جديد في الشرق الأوسط آخذ في التغير فتطابق المصالح بين إسرائيل والسعودية لمواجهة التهديد الإيراني خلق نوعا من الحلف الاستراتيجي بين الطرفين حلف كانت ثمرته باعتراف أيزنكوت حصول لقاء جمعه وولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى رئيس هيئة الأمن القومي الإسرائيلي مئير بن شبت وهو تحديدا ما حذفته صحيفة معاريف لاحقا من نص المقابلة ما يترك الباب مفتوحا للتساؤل عن المستوى الذي بلغته العلاقات بين إسرائيل والسعودية فاصل ونعود أهلا بكم من جديد أعلنت وزارة الدفاع الروسية التواصل إلى اتفاق مع قادة المجموعة المسلحة لساحب عناصرها وفي وقت قريب من مدينة دومة بغوطة دمشق الشرقية هذا اليوم تم توصل إلى اتفاق مع قادة التشكيلات المسلحة غير الشرعية بشأن انسحابهم مع أفراد عائلاتهم من مدينة دومة في وقت قريب مسؤول المكتب السياسي في جيش الإسلام محمد علوش أكد أن المفاوضات بشأن دومة في غوطة دمشق الشرقية تسير في الاتجاه الصحيح علوش أوضح أن المفاوضات مع الوفد الروسي تجري بوساطة الأمم المتحدة فقط مشيرا إلى أن جيش الإسلام وضع استراتيجيات للتفاوض منها عدم الخروج من مدينة دومة هذا وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مركز المصالحة في سوريا قرر تمديد الهدنة الإنسانية لخروج من بقي من مسلحي فيلق الرحمن من الغوطة الشرقية إلى إدلب الدفاع الروسية أشارت إلى خروج أكثر من 143 ألف شخص من الغوطة منذ بدء عمل الممر الإنساني كذلك أكدت نقل أكثر من 7 ألاف مسلح وعائلاتهم من عربين إلى ريف إدلب أمس إلى ذلك أكد مصدر أمني الميادين أن الجيش التركي ينقل أعدادا كبيرة من مسلحي النصرى من إدلب إلى عفرين وكذلك إلى مناطق سيطرة درع الفرات شمال حلب في المواقف التركية قال الرئيس التركي رجب طيب أردغان أن اصطدافة الرئيس الفرنسي وفدا وصفه بأنه إرهابي يمثل عداء لتركيا مخاطبا الرئيس الفرنسي بالقول من أنتم لكي تتلفظوا بعبارة الوساطة بين تركيا وتنظيم إرهابي أردغان هدد باحتلال مدينة سنجار شمال العراق في أي وقت مشيرا إلى أن إنهاء أنشطة حزب العمال الكردستاني في العراق وظيفة مشتركة لأنقرة وحكومة بغداد استشهد أربعة مدنيين يمنيين بينهم أم وطفلها على أثر غارات شنها طيران التحالف السعودي على منطقتين غافرة بمدرية الظاهرة وطالان في مدرية حيدان التبعتين لمحافظة صعدة وبذلك يرتفع عدد الشهداء المدنيين إلى ثلاثة عشر بينهم سبع نساء وأطفال خلال أقل من أربع وعشرين ساعة ميدانيا قتل عدد من عناصر قوات هادي خلال هجوم للجيش واللجان الشعبية على موقعهم في قطايا جنوبي الحديدة كما قتل وجرح عدد من عناصر قوات هادي بعد صد الجيش واللجان هجوما لهم في منطقتين وقز والغرفة بمدرية المصلوب شمالية غرب محافظة الجوف ذكرت وسائل علام ومواقع إخبارية سعودية أن ثمانية جنود سعوديين أحدهم برطبة ضابط قتلوا وجريح آخرون في مواجهات مع مقاتلي عنصار الله في منطقة الخوبة بمحافظة جزان قرب الحدود اليمنية في المقابل أطلقت القوة الصاروخية اليمنية صاروخا باليستيا من طراز بدر واحد على شركة آرامكو في جزان ليكون ثاني صاروخ من نوعه من النوع نفسه يستهدف الشركة السعودية النفطية رأى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ضريف أن دور الولايات المتحدة في حرب اليمن لا يقتصر على التخطيط فقط مشيرا إلى أن مدى غماسها في الحرب يفوق التصور وفي تغريدة على موقع تويتر أشار ضريف إلى الدعم التسليحي الأمريكي للتحالف السعودي ضد اليمن مؤكدا أن أمريكا لم تكتفي بتأمين قنابل ووقود للمقاتلات السعودية في الحرب على اليمن بل هي متواطئة في أكبر كارثة إنسانية في العالم ألقت السلطات المغربية القبضة على ثمانية أشخاص ينتهجون فكرة تنظيم داعش وأفادت بأنها أجهضت مخططا إرهابيا خطرا كان يسعى إلى زعزعة أمن المملكة واستقرارها وزارة الداخلية المغربية قالت إن المعتقلين كانوا ينشطون في مدينتي واد زم وطنجة وأنهم كانوا بصدد البحث عن المواد الأولية المتعلقة بصناعة العبوات والأحزمة الناسفة لتنفيذ عمليات إرهابية على درجة كبيرة من الخطورة تستهدف بعض المواقع الحساسة في عدد من مدن المملكة أعلن مصدر عسكري ليبيون أن ثمانية أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب عشرة آخرون عندما انفجرت سيارة مفخخة في مدينة أجدابيا شرق ليبيا وقال مصدر عسكريون أن الانفجار استهدف نقطة تفتيش على المخرج الشرقي لأجدابيا الوقاعة جنوبية بنغازي من دون ذكر مزيد من التفاصيل أكد السفير التونسي في الولايات المتحدة فيصل غويا أن استراتيجية الحكومة التونسية تجاه أزمة العائدين من بؤر التوتر تقوم على إعادة تأهيل الشبان الذين لم يتورطوا في أعمال إرهابية ومحاكمة من يثبت تورطهم في ذلك وخلال ندوة نظمها معهد الشرق الأوسط في واشنطن أشاد غويا بالتعاون الأمني التونسي الأمريكي على صعيد مكافحة الإرهاب وأشار إلى تعاون بين البلدين ضمن برامج أمنية مشتركة ومعنا من تونس الكاتب الصحفي في جريدة الصباح التونسية نزار مقني أهلا بك أستاذ نزار إلى أي مدى برأيك سيكون ناجح هذا البرنامج الذي تعتمده الحكومة التونسية في محاولة إعادة تأهيل العائدين من بؤر الحرب في مناطق متعددة من العالم شكرا لهذه الاستضافة نعم هناك برنامج سطر بالرغم أن هذا البرنامج لم يطبق بصفة 100% على الواقع الحال لأن هناك تذبدب بين الأطراف السياسية حول مهيئة وفاعلية هذا البرنامج لكن يمكن أن نتحدث عن ما تبقى اليوم اليوم تبقى عديد النقاط من بينها خاصة تفعيل قانون مقاومة الإرهاب وغسيل الأموال كذلك يعني محاولة درء وكشف الخلايا خلايا تسطيل إلى مناطق القتال وكانت هذه فاعلة كثيرا أن الداخلية فككت في 2013 أكثر من ألف و ألف مئتين خليل تسطيل هذا أولا ثانيا هذا من حيث الوقاية من حيث يعني العائدين من مناطق القتال هناك حسب ما ترويه للوزادة الداخلية هناك 800 عائد إلى حد الآن من هناك وهؤلاء يخضعون أما لمحاكمات بموجة قانون الإرهاب أو أنهم يخضعون لمراقبة إدارية وكذلك مراقبة إلكترونية إلكترونية وهذا ما هو موجود لكن الخوف كل الخوف من هؤلاء الذين يعني يحاولون الدخول ونزحوا كذلك في الدخول إلى تونس عن طريق تسلل من الحدود وهذه النقطة التي يعني تثير مخاوف مخاوف كثيرة هنا في تونس فقط أن عديد العمليات الأخيرة الأخيرة أثبتت أن بعض العائدين الذين كانوا يشتون في عديد بؤر تواتر وعديد مرتق قتال كسوريا وكذلك كليبيا وكذلك كمالي وكذلك يعني منطقة السحر والسحراء الإفريقية عادوا عن طريق التسلل برا إلى تونس وهذا ما يشكل اليوم هو ما يؤرق سطر لأن هؤلاء هم الذين يعودون بمحملين بأفكار ومحملين بمخاططات جهنمية وكذلك محملين بأوامر من قيادات تنظيمة الإرهابية للقيام بعمليات في تونس وهذا هو ما قل الخوف هنا في تونس أستاذ ندار هذا بالنسبة لمكافحة هؤلاء ولكن السفير التونسي في الولايات المتحدة فيصل غوية يقول أن برنامج إعادة تأهيل من يعودون يعني العناصر الإرهابية التي تعود إلى تونس يتحدث عن برنامج إعادة تأهيل هؤلاء هل لمستم أنه ممكن هذا العنصر العائد إلى تونس هل لمستم أن هذا البرنامج لإعادة التأهيل ممكن أن يؤدي إلى إخراج هذا الشخص من العقلية التي كانت سائدة لديه في موضوع الإرهاب هناك تجارب في هذه النقطة بالذات قلت لك منذ الأول أن هناك تجارب في عدد نقاط في هذه الاستراتيجية والتجارب هنا في عدد تأهيل هؤلاء ممن يقبلون بالتأهيل من هؤلاء العادين من بورة التوتر وهنا من يقول أن هؤلاء لا يستطيعون أن يستلح حالهم وأن ينظفين أن يعلنوا توبتهم في المجتمع المدني التونسي وهناك من يشير إلى أنها إمكانية ذلك وما تروحها لكن البرامج التي سوف يشتغلون عليها ومن سيشتغل عليها من المؤسسة التونسية هنا تطرح عديد نقاط الاستفهام لأنه لا توجد استراتيجية معاينة للقيام بهذا البرنامج في الندوة التي حصلت في الولايات المتحدة أيضا يشيد السفيرة التونس هناك بموضوع التعاون الأمني بين الولايات المتحدة وتونس في مكافحة الإرهاب هل فعلا استفادت تونس من هذا التعاون مع الولايات المتحدة في مكافحتها للإرهاب خاصة أن الولايات المتحدة في دول المنطقة في منطقة الشرق الأوسط اليوم تتعرض الانتقادات بأنها في جانب ما هي وقفت خلف هذا الإرهاب الذي انتشر بشكل كبير وسريع في السنوات الماضية التعاون هنا في نقطتين نقطة أولى في المساعدات العسكرية التي تعطيها الولايات المتحدة واشنطن إلى تونس هذا أولا وتلك المساعدات هي مساعدات يمكن أن نقول عنها بين دفعين أنها بسيطة بجانب الريهانات المتروحة أمنيا في تونس هذا أولا ثانيا ما تأخذه الولايات المتحدة من تونس أكثر بكثير تأخذ يعني ما يمكن أن نطرحها تأخذ معلومات استخباراتية قيمة وقيمة جدا بالنسبة للولايات المتحدة وقد تستعملها أما في استراتيجاتها لمكافحة الأراب وهذا المطروح هو العنوان الكبير ولكن كذلك قد تستعملها في سياسات أخرى قد تكون المصالحها هنا في المنطقة أشكرك جزيلا شكر نزار مقني الكاتب الصحفي في جريدة الصباح التونسية كنت معنا عبر الهاتف من تونس بدأت منذ أيام في تهران العروض الجماهيرية لفيلم بتوقيت الشام الذي تدور أحداثه حول التعاون الإيراني السوري في مواجهة داعش الفيلم الذي وقعه المخرج الإيراني إبراهيم حاتمي كيا حظي منذ الإعلان عن بدي تصويره قبل أشهر بالاهتمام والمتابعة مزيد من التفاصيل في هذا التقرير لحازم كلاس من طهران إلى سوريا يحلق الطيران الإيراني حاملاً مساعدات الإنسانية بهدف إنقاذ مدنيين محاصرين في تدمر مشاهد صورت في إيران وسوريا لتكون جزءاً من فيلم بتوقيت الشام فيلم أثار الجدل ولفت الأنظار بمحاولته تسليط الضوء على جوانب من الأزمة السورية من خلال قصة طائرة شحن إيرانية يقع طيارها ومساعده مع تطور الأحداث في أيدي داعش أعتقد أن عمل السينما يبدأ الآن فبعد تحرير الأرض من داعش لا تزال الأفكار الداعشية موجودة وهذا يعني حرباً ناعمة يجب التصدي لها بأساليب كالفن والثقافة على سبيل المثال عندما هاجمت أمريكا العراق أنتجت هوليوود العديد من الأفلام ومنحوها الأسكار لتبرير وجود أمريكا في العراق أعتقد أن علينا توضيح الأمور أمام حدث كبير في المنطقة عاش الإيرانيون تفاصيل الأزمة السورية وسالت دماء أبنائهم على التراب السوري لذا يرى كثيرون في فيلم إبراهيم حاتم كيا مساحة مطلوبة للتوثيق فنيا لدور إيران والقوات السورية ولكشف الإرهاب الداعشي بأسلوب مختلف فالفيلم يذكر بمشاهد مؤلمة لا تمحى من الذاكرة كما أنه يشكل محطة مميزة في التعاون الفني بين جنسيات مختلفة الأفلام التي يخرجها حاتم كيا مميزة حقا وموضوع هذا الفيلم تحديدا هام جدا كثيرون يرغبون بمعرفة تفاصيل عما حصل في سوريا وعن وجود إيران هناك ودور المدافعين عن المرقد المقدس الفيلم مميز في هذا الجانب الفيلم الذي حظي بشهادات عديدة من المسؤولين الإيرانيين على مختلف توجهاتهم السياسية حصد في مهرجان فجر السينمائي الدولي الأخير جوائز أفضل مخرج وأفضل موسيقى تصويرية وأفضل صوت ويستعد للمشاركة في مهرجانات عالمية أخرى بتوقيت طهران سجل بتوقيت الشام حضورا شعبيا لافتا مع بدء عروضه الجماهيرية في أنحاء إيران جعلته يحتل المرتبة الثانية في شباك التذاكر على أن تبدأ عروضه العربية والأجنبية خلال أشهر قليلة حاسم كلاس من سينما آزادي في طهران الميادين إلى العنوين 12 شهيدا فلسطينيا وأكثر من الف جريح في إحياء يوم الأرض وحق العودة موسكو تعلن الاتفاق مع مسلح دوما على الخروج من الغوطة وجيش الإسلام يعلن نيته البقاء في المدينة أردوغان يرى في استضافة فرنسا وابدان كرديا عداء لبلاده ويهدد بدخول سنجار في العراق قريبا كان في النشرة أيضا بتوقيت الشام فيلم إيراني يروي تعاون دمشق وطهران في محاربة داعش المزيد من الأخبار على صفحة الميادين على الانترنت الميادين.net وباللغة الإسبانية اسبانول.الميادين.net إلى اللقاء